موسيقى السلام لبنات ومرحبا بكم معايا في قناتي عالم المرأة مع السوسو اليوم بإذن الله فيديو جديد غادي نشارك معاكم واحد العلبة ولا واحد لابوات كتجيزوينة بزاف وشكل ده هكي جراقي والأهم أنها سهلة وكذلك كتبقى اقتصادية في متناول جامع كنحضروها بأشياء بسيطة واقتصادية وبطابة الحال أول حاجة غادي نستعملوا غادي نحتاجوا باش نصيبوا هاد لابوات هدي أو للعلبة غادي نحتاجوا لهاد الكارتون هادا أنا دي جاراني خدمته معاكم فيديو سابق ديال علبة مربعة اللي حضرنا غادي نخلي الرابط ديالها في صندوق الوصف هنا غادي نحتاج ربعا ديال الدوائر فيهم 21 سنتيم بهاد شكل هادا قطعت ربعا ديال الدوائر متساويين بالنفس العبار وانتوما العبار كيبقى اختياري ممكن تدروا كتر ممكن تدروا قل وسافي غادي نحتاج كدلي كهدا الشارط هادا اللي في العرض دياله 3 سنتيم والطول دياله كيبقى على حسب الدائرة وشارط كدلي كاخر عنده في العرض 6 سنتيم وفي الطول كدلي كيبقى على حسب الدائرة يعني غادي نحتاج ربعا أشريطة صغارين العرض ديالهم 3 سنتيم واحد شارت كبير العرض دياله 6 سنتيم سا فيك ناخدوا قطعة الاولى للعرض ديالها 3 سنتيم وغادي ناخدوا شي سيكين او لا مستارة وكندوزو على الخشب هكك باش كنساعدو انه كيتلف وكيتلوها بكل سهولة وما كيتكسرش دابا غادي ناخدوا ديك الدائرة اللي عدنا كيقول لكم كنعود نأكد ان العبار كيبقى اختياري ممكن تديروا عبار كبير او لا صغير على حسب الرغبة ديالكم وكناخدوا هاد الشارت وكندوروه على هاد دائرة هادي باش هكا كنقدو داك الطول ديال الشارت اللي غنديرو مجين وكنشدولو العبار نيشان بها الطريقة كاللفوه كنحاولو ننزيرو مزيان وكناخدوا شي قالم او لا شي ستيلو وكنعلمو هادك الفائد من بعد باش غادي نقطعوه هنتم كيكتشوفو كنحاولو انا ننزيرو مزيان باش هكا الشكل ديال العلبة كيجيزوين وكيجي دائري صافي كان ناخدو القالم وقولك كيقول لكم ستيلو وكنعلمو وغادي ناخدو شي ميقس وغادي نزولو هاد الفائد هادا اللي عدنا باش هكا غادي نخليو غي العبار اللي غادي نحتاجو يعني غي العبار اللي غادي نحتاجو في هاد العلبة هادي بها الطريقة سافي دبا غادي ندوز باش نوريكم مشكل اولا طريقة باش غادي نلسقو نتبتو هاد القطع مع بعديتها كناخدو اليسق ديال الشامع كنديرو في الجوانب اولا في الحاوف بها الطريقة هادي وكنضغطو زيان كيكا تشوفو كنحاولو اننا ننضغطو راكو عارفين دابا البرد راه ضغيه كي يجمد هاد اللي يسق هادا كنضغطو زيان وباش نزيدو نتبتوه كتر ويكون صالب كتر ويكون ماتن غادي ناخدو السكوتش ديال الخشب او السكوتش راه معروف راني ديجا شاركتو معكم فيديو سابق وكنحاولو اننا نتبتوه على هاد القطع او على هاد الكارتون هادا كنديرو وكنتبتوهم زيان باش هكا هاد السكوتش هادا كيزيد يلسق دك كي يلسق دوك القطع مع بعديتهم كتر وكيجيوا لاسقين وماتنين وما نخافوش انهم يتحلو سافي بها الطريقة هادي غادي نزيد شارت لاسق اخر من الداخل ومن الجوانب كذلك كيقولكم ضروري اننا نتبتوه مزيان هاد المرحلة ديال التثبيت ضروري منها باش هكا كتنجح معانا الطريقة اللي باش غا نصيبو هاد العلبة هادي كنحاول كيقولكم اننا نتبتها مزيان وصافين بعد غادي ناخد داك القرص الدائري وغادي نديرو فوسط هادا الاشريطة هادي حتى يتبتوه مزيان كانتبتوه مزيان غايب المهل صافين بعد ما كندخلو داك العلبة الدائرية فوس داك الشارت بها الطريقة داك واجدي ناخدو السكوتش وغادي مقاون نديروه مع الجوانب باش بها الطريقة هادي كانتبتو العلبة كانتبتوها بسكوتش ومريدات غا نديرو لها الغراء ديل الشمع اولا لساقط الشمع باش نزيدو نتبتوها كتر أنا غادي ناخد السكوتش ونضيرو مع الجوانب بهالطريقه هاد كيكتشفو نضيرو غا مع الجوانب وما كانتبتوش حتى نكملو القطعة كاملة كيكتشوفو Trevor ده باس هفي غادي ناخده قطعه غادي مقام نطلعوها من الاسفن طلعوها الاعلى بهاد شكل احنا كنطلعو كنطبتو ذاك سكوتش باش هكا كنشدو ذاك القاعدة دا العلبة مزيان وكتشد بهاد طريقة هادي وكتكون متبتة كنطبتوها بكل سهولة بطريقة بسيطة ومبساطة خصوص المبتدئات صافي بهاد طريقة كنضغطوه مزيان وبالنسبة لهاد الفارغ لي كيبقى لنا في الجواني بكا ناخدو مسدس الشمع وكيبقى نديرو مع الجواني بهاد شكل هادا كيكتشوفو هكا كننملؤو ذاك الفارغات وكنزيد ونتبتو العلبة مع بعديتها بهاد شكل هادا صافي راح فاش كينشف راح كتبت العلبة وكتولي ماتنا دابا غادي ندوزو باش نغلفوها بهاد اللاوط هادا صافي ناخدو حد القطعة من اللاوط بهاد شكل كيكتشوفو صافي غادي نديرو اللي ساق بهاد طريقة وغا نتبتو ديك القطعة من الاعلى وكذلك غادي نتبتوها حتى من الجوانيب اولا من الحاوف مزيان غادي نديرو القطعة ديال اللاوط كيكون السومك ديالها رقيق نوع الما ما كتكونش ساميكة اولا غليضة كنتبتو مزيان الاماكين اللي باقي ما تبتوش كنديرو لي ساقط السيليكون وكندغطو عليهم بيدينا بهاد طريقة كيكتشوفو صافي كنحاول انني نتبت الجوانيب كاملين مزيان بهاد طريقة هادي باش هكال العلبة كتجين فينيا وكتجين متقونة ومزيان اكتر صافي دابا غادي ندوز كدليك باش غادي نتبت الجوانيب بنفس طريقة غادي نقندير السيليكون عفون او اللي ساق الشمع مع الجوانيب احنا كنضغطو كنتبتوغي بالبلاي الصغارين باش هكا ما كي يجمتش وكي يلصق مزيان بهاد طريقة كيكتشوفو صافي انا غادي نكمل نتبت العلبة كاملة بهاد طريقة غادي نكمل الجوانيب كاملين نضوروا معاهم ونلصقوهم مزيان هذا هو شكل العلبة من بعد ما صقناها كنناخدو شي ميقص ونقطع ذاك الفائد اللي كيبقى لينام ذاك اللاواط كناخدو ميقص ونقطعوه كنقدوه على الحافة بهاد الشكل هادا وصافي هكا غادي نكونو غلفنا القطعة وها هي موجودة هادي القطعة العلوية اللي غاستعملو فلابوات هكا تجي من الاعلى بهاد طريقة دابا غادي ندوز معاكم باش نحضر العلبة الثانية اللي كتجي من الاسفل بنفس الطريقة غادي ناخدو القرص الدائري وغادي ناخدو الشارت اللي العرض ديالو 3 سنتيم غا ناخدو شي ميقص او لسيكين غا باش ناخدو العبار بهاد طريقة باش كنزولو داك الفائد اللي عدنا في الكارتون وصافي كل عادة غادي ناخد ميقص وغادي نحاول انا نعود العبار مزيان باش هكا يجي العبار مقاد كنحاول ندوروه على الدائرة وكنزيرو مزيان وصافي مباد كناخدو ميقص وغادي نقطعو ذاك الزائد اللي عدنا من الكارتون بهاد طريقة وصافي دابا غادي ندوز معاكم باش غادي نغلف هاد البواطة الثانية كتبقى طريقة تغلف ديالا نختلفة على الغطاء اللي كيجي من الاعلى هادي هي القاعدة او الاسفل ديال العلبة هادا هو شكل ديالها دابا غادي ناخدو ذاك الشارط للعرض ديالو 3 سنتيم وغادي ناخدو شارط من اللاوط كنحاولو انا نقطعوه للعرض ديال هاد القطعة هادي بهاد طريقة كيكتشوفو وصافي غادي نستعنو بالليسق ديال الشامع وغادي نتبتو هاد الكارتونة هادي غادي نتبتوها فوق هاد اللاوط كامل بها الطريقة كنديرو غادي طرف بطرف وحنا كنضغطو مزيان بيدينا باش هكا هاد اللاوات يلصق لها القطعة الكارتون يلصق لها اللاوات كامل مزيان بهالطريقة هادي كي تشوفو في الصورة انا ما بغيش نزرب الفيديو بزاف باش كل شي يتمكن من الطريقة وكل شي يستافد كي قلت لكم غادي نكملو بنفس الطريقة حتى نساليو هاد اللاوات كامل من بيت كان ناخدو ميقس وكنزولو ذاك الفائد غادي ناخدو واحد القطعة للجيلد بهالطول هادا ممكن تستعملو الجيلد ممكن تستعملو المبرارة حتي كجيزوينه وكتبقى اسهل وعملية في الخدمة كتبقى سهلة على الجلد كي قلت لكم غادي ناخدو واحد القطعة للجلد بالطول ديال هادا القطعة هادي اللا عدنا وكان بدو لصقو الجوانب ديما بالغيراء ديال الشمع او لليساق الشمع كان لصقو كنتبتو الجوانب حتى نكملو هاد الشارط كامل ومن بعد ننتقلو الجانب التاني بنفس الطريقة غادي نتبتوه مزيان باش هكالخدمة كتجيم فينيا دبان بعد ما انتهيت كان اخدو ذلك الحواف بعد ما انتهينا يعني ذلك الشارط كامل صايبنا كان اخدو هادا الحواف هادو ديال الكارتون وكان ديرو فيهم غيراء ديال الشمع وكانتبتوهم مزيان ودائما بالاستعانة ديال السكوتش كان اخدو السكوتش باش كنستعملوا السكوتش باش كنزيدوا نتبتو به الجوانب بكتر وكيجوا متنين وقاسحين او صالبين صالبين اللغة العربية كيجوا قاسحين كتر بهات طريقها وما نخافوش ان العلبات تفك او لا تكسر من بعد ركت بقاماتنا ونحن نحاول نسيبتك بسكوتش بها الطريق كيك تشوفو وكنتضغط عليهم مزيان على هاد الجوانب باش كيلتسقهم عبعدياتهم بهات الطريق كيمدها في الصورة وناخد الجوانب بغيراء ديال الشمع ونحاول ان ننفينيهم مزيان في الخدمة باش هكالخدمة تجيبهم مزيان وكيجوش باينين بزاف نعطوهم شي شوية الخاطر ونصيبوهم مزيان بهات الطريقة كيك تشوفو نحاول نضغط بالاصابع مزيان حتى كينشف وكيتبت حتى نكمل الجانب كامل من الاعلى حتى الاسفل كنحاولوه كيكولكم انا نعطو شوية الخاطر للخدمة باش كيجي الخدمة زوينا وكيجي نخيني وكيتبقى نمتقونا سوف ينبعد فاش نتبت الحواف او لا الجوانب مزيان سوف نضغطو عليهم بيدينا مزيان باش هكي نسقو مع بعضياتهم ويتبتو كتر بهات الطريقة كيك تشوفو سوف ينبعد مهم انا غادي نكملها غادي نلصق الجانب مزيان ودابا غادي نتلقى معاكم باش نكملوا التاتيمة ديال هاد العلبة هادي باش تشوفو كي غادي نديرو باش غادي نتبتو عليها القاعدة من الاسفل هنا يخديت العلبة الكارتون ودرت فوقها قطعه ديال الجلد بهات الطريقة كيك تشوفو تبتها لها وسوف ينبعد كي لصقها في وسط القطعه بهات الشكل هادا ركا تلصق بكل سهولة كندخلوها في وسطها ما كانحتاجوش انا نلصقوها في هذه المرحلة لاننا نبعد غادي نتبتوها بقطعه اخرى حتى هي درنا فوقها كيك تشوفو خدينا واحد القطعه ودرنا قطعه تانية ودرنا فوقها الجلد باش هي اللي غادي نغطو بها هادا القاعدة من الاسفل هنا خديس واحد القطعه ديال الجلد ودرتها لها الدائرة هادا مزيان ديو وسحت الجواني بهات الطريقة قطعتهم بالمقص اوتنيت لان الجلد كيك تعرفو راح السمك ديالو غليط غيبش ميجيش غليط بزاف بستعانة دي ما بهاتا اللي سق ديال الشمع وكانتبتوها مزيان بهات الطريقة كيكون نفس العبار من الدبار انا نقول لكم قطع نار بعا ديال الدوائر المترسك هل الدائرة الاولى ها هي فينا درنا هاو صافي دبا غاد ناخدو الدائرة التانية اللي غادي نغطو بها العلبة من الاسفل او لا غادي نفنو بها العلبة من الاسفل وبنفس الطريقة غادي نديرو غيراء ديال الشمع OUT غادي نديرو فوق هادا القطع هاذا الكاملا وصافي غادي نتبتو فوق هالقطع التانية بهادى شكل هادا سوف نضغط عليهم جيد و ها هي القطعة القاعدة العلبة جاهزة سوف نكمل معكم التحضيرات الغيطاء سوف نأخذ واحد القطعة دائرية من الجلد انا هنا احتى الاخر لحظة كتشفت ان الجلد ما بقاش عندي و استعملت الجلد اخر ماليش انتو ما استعملوا نوع واحد نأخذ واحد القطعة و واحد القطعة ديال الجلد على الدائرة اللي عندنا الغيطاء و كنتبتوها بلي سقط الشمع و من بعد سوف نأخذ واحد الشارط طويل ديال الجلد بها الطريقة و كنبدو نتبتوه مع الدائرة الثانية مع الدائرة اللي درناه من الفوق ها دي قطع لي كتجي من الفوق كغيطاء سوف نحاولو ان انا كنديروه حتى النيام عالجانب و كنلسقو الجوانب باش هكا الخدمة كتجين فينيا كيكا تشوفو هاد الجلد دراني طويتو و درتلو السقط ديال الشمع و طويت الجوانب و كنبدو نتبتوه مع العلبة مع الدائرة اللي درت من الفوق قطعت قطعة ديال الجلد و درتها من الفوق و كنبدو نتبت الجوانب بها الطريقة و كيجيون فينيا كيكا تشوفو غادي نكمل بنفس الطريقة الدائرة كاملة و كنبدو ما لسق الدائرة كيكا تشوفو هاد هي غادي ندوز باش لسق الجوانب انا هنا يستعملت الليسق ديال فلومبو باش كيصيبو كيلسقو السبابة راه معروف سافه هنا كناخدو شبانسو كنديرو هاد الليسق هاده مع الجوانب كاملين و كنحاولو انا ننتني و غيب شوية باش هكا ما نديرو شي طايات كتارين ماجيش شكل ديالو مزوين كيكتلكم اراه سجل شي شوية صعيب في الخدمة إلا درتون مبارا راو اولا شيتو براه غايجي حسن و يجين فيني كتر و يجي اسهل في الخدمة ديالو سافه كان تبت الجوانب مزيان و احنا كنضغطو بيدينا كيكتلكم انا استعملت هاد هاد الليسقه هاده او هاد الكولاس متافلونبو راه موجودة سافه بها الطريقة كان تبت الجوانب مزيان كان ديرو داك الليسقه و كان بدون تبتو مزيان كان ضغطو عليهم و سافين بعد غادي ناخدو القطعة الاخيرة اللي بقتنا او اللي الدائرة الاخيرة اللي بقت هي هاده الدائرة كان لسقوها حتى هي انا هي اهنا يعفوان كان خسني لسقه حتى الاخر حتى لسقليد اللي غندير من فوق الدكور عاد لسقه باش كتجي خدمان فينيا انتو ما استعملوا نفس الطريقة اللي استعملت ما كون في البواطة السابقة حتى كان لسقو ديك الزواق اللي غادي نديرو او الشكل اللي غا نديرو من الاعلى و كان لسقو كدالي كليد او للمقبض باش غا نقون هزو هاد العلبة عاد غادي نسقو هاد القطعة ديال الجلد باش هكالخدمة كتجين فينيا و داك المسمار او لالفيس باش كنشدو ديك اليد ما كيبانش كيقلكم تو مضروري انا هنا ينسيت تل اخر لحظة و تفكرتها كان روتار كان للجلد نشوف عندي صافي دباء انا هنا بحيث ما عنديش اللوم ديال الجلد موحد عندي جوج ديال اشكال غادي ناخد السباغة هاد الرشاش ديال اعفوا قبل غادي ناخدو ديك القطعة اللي فيها 6 سنتين في العرض كنلفوها على العبار ديال الدائرة اللي عدنا هنا غادي ناخدو ديال البخخ او الصباغة غادي ناخد لون الفضي و غادي نصبخها باللون الفضي كيقلكم غاديش نحتاج انا ننغلفها ولا تشي حاجة و غادي نغلف انا هاد العلبة كامل اللي عندي عفوا غادي نصبخها بهاد لون الفضي كيقلكم راه اللون ديال الجلد ما عنديش لون موحد انتو ميلا كان عندكم لون واحد كتفيو انا كنت صبغو غيها هاد الكارتو اللي غادي رو من الداخل خليو العلبة اللون الابيض را كيجي اللون ديال العراقي و كيجي اجمل انا كنفضل لون الابيض على الالواء الاخرى و كيبقى الادواق كتختلف كيقلكم انا هنيا غا نصبغ العلبة كاملة بهاد اللون الفضي هادا و صافي هنا يبانو اللي باقين واحد العيوب غادي ناخدو واحد شارد ديال السفيفة ما ما كانش عندي لون فضي غادي نصبغها احتها هي و صافي غادي نتبتها على الجواني منتو ما ممكن تستعملوا الكوردون و صافي غادي نتبتلي بالطريقة اللي شتسبق لي وانا انا شاركتها معاكم في الفيديو السابق دل العلبة غادي نخلي الرابط ديالها في صندق الوصف غير ما بغدش نطول اليكم الفيديو وهذا هو الشكل النهائي دل العلبة كتجيزوينه بزاف والشكل ديالها كيجي راقي و كتبقى طريقة سهلة و في المتناول هكا نزينو بها الطاولة ديالنا نقدمو فيها التمر او للحلويات ممكن نستعملوها كهدية او لكادورة كتجيزوينه بزاف و كتقام اقتصادية و الشكل ديالها كيبقى راقي و في متناول الجميع وهذا هو الفيديو دياليوم كانت مننا ينال اعجاب ديالكم و كانت مننا هاد الفيديو يكون نال اعجابكم و كانت مننا نكون خفيفة ضريفة على اقلبكم و كي نقول ديما اللي بقي ما اشتاكش في القناة يشترك معايا و يضغط على الزر صابوني و غايباليكم واحد الجرس ضغطوا عليه و فعلوه باش هكا يوصلكم جديد للقناة و دعموني بلا جيم لجيم و بارتاجوا مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي و شكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله